نصيحة بابت مبروك عم عاسي مختار بن مشيشي والحديث ديما على الزيتون كلها ربش نبداو بالزيتون و لين نكملوا كل المراحل تتراو انتلاقا من الحلقة الجاية نصيح مش تكون في اتجاه التحذير الأرض لزراعة الزيتون لاختيار الأصناف حسب المناطق في الجمهورية شين الأصناف الموجودة كل صنف كاشية زراعة نضرعوان تنصيف ما نزرعوش عندي سقوي عندي بعلي دون كل هدوما كيف كيف العناية بالشجرة التسميد متى شجرة الزيتون الأمراض متى أجار الزيتون و غيرها نتعرضو لها مع سي مختار بن مشيشي في برنامج الثانية تباعا نكملوا زيتون نتعديوا الشجرة أخرى نكملوا الشجرة أخرى مثلا تفاح نتعديوا للوزيات نتعديوا للخرب نتعديوا البردغان و غيرها حتى لين نكملوهم الكل و بعد تلقاهم حلقات منظمين تلقاهم على صفحتنا الثانية و ما نحكي عن الزيتون والحق على الزيت والحلقة اللي فاتت كانت من التنوع من الضجة و ردود فعل و كذا من برشة ناس حول التسعير متى على الزيت و قلنا راهو هالزيت يتباع ب 15 و 16 نلف هذي توروا و ما زال بكري باش نعرفوا وين مش يستقر الزيت بقاطع النظرة على الكلتين متى الزيت اللي قاعد يتعصر طوى و المردودية متى الزيتون طوى لانو ما زال ما استقرش فيه الكمية عالية من الزيت دونك عنا السعر العالمي هو اللي يحكم في السعر الوكيل تغش قال انا عاليش تحطو فيه على السعر العالمي وقت لي انا نخلص بالدينار تونسي و ما عانيش نفس الشهيري هذا سؤال اخر انا توانا نتكلم في برنامج يعنا بالفلاحة و الفلاحة و اللي يهمني و الحفاظ على المنظومة اللي يهمني ايضا اللي ما نعطيش زيتي ما نعطيش زيتي لسبانيا و ويطاليا و كذا بسعر بخص هذا ميز مش يصير دونك حكينا مع فلاحة او بش نحكيه مع صاحب معصرة سي مصطفى تيراوي عسامة بسلمك مرحبا بيك وبككث جيتنا من القيرا وين نعم من سيدة عمور بو حجلة من القيرا وين كنا عمنا ونزورناك وصورنا معاك وهذي صور متى الموسم الفارت من معصرة زلاس صحيح وزيد زلاس اللي تون نحكيو عليهم بعد شوية هالثامرة متاع المجهود متاعك زيد زلاس اللي ماخذ عدد من الميداليات هذوما وغيرها من التتويجات هذا هو زيد زلاس متاسي مصطفى امتي راوي موش اشهر به وانتي زدك صاحب معصرة فلاح وعضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد صناعة واتجارة سؤالي اليوم شنية توقعات سعر زيت الزيتون لهذا الموسم لمن تكلموا على السوم المحلي في علاقة بالسعر العالمي والله يا سيبو بكر نشكرك ونشكره البرنامج بتاع الثانية هو حاجة الحق تمس كل فلاح تونسي كل ما هو منظومة زيت زيتونة بصفة عامة ومنظومة زيت زيتونة هي هي حلقة رئيسية ويزمها تكون متكاملة يزمها فها فها وجهة النظر للاتجاه العام بتاع الدولة إذا مركزوا عليه شوي لأنه هو الوحيد كاد يكون الوحيد اللي نجم يخرجنا من من الزنقة اللي نحن فيها هذه بتاع العجز معناها مدخل خمس ألف ومتين مليار سناء بسعر بنتاج امتين ألف ترنات أحنا سناء إن شاء الله داخلين على ما يقارب ثلاثمائة وخمسين ألف ترنات إن شاء الله تكون لسويم مناسبة وبالنسبة لسويم هذه السناء رأي بناء على السعر العالمي السعر العالمي هو عرض وطلب هو الاستهلاك العالم ما يقارب ثلاثة مليار وخمسمائة ألف ترنات كيف يكون هذا المنتوج موجود ينخفض كيف يكون أكثر ينقص أكثر كيف يكون أقل السعر يغلق شنو التوقعاتكم للسعر هل بشيكون كما عمناول وإلا أقل شوية وإلا أكثر شوية وإلا قدش الصوم أعلن أساس توا السعر اللي قاعد يدور متداول 16 دينار ولا 15 دينار السعر الموجود تو أحنا رغم ما يتحكمه في المصدري المصدر بقدش يشري منك أنت بقدش تشري من الفلاح حلقة نحنا حلقة وسط بين المصدر وبين الفلاح المصدر بقدش يشري اليوم المصدر اليوم يشري بـ 17 دينار 17 دينار وخمسمائة 16 دينار وخمسمائة لمويا ذك نحنا نخدمه لي ما تماش تحديد سعار أن نخدمه عليها نحنا هو عرض وطلب هو مزيدة المصدرين كيف كيف عندما عرضوا الطلب بالبرة إن شاء الله يكون الأسوان مناسبة لأنه ما يساعدناش أحنا الصابة متعنا هي كنز أن نضيقها بأسوان بخصة إن شاء الله يكون الأسوان مرتفعة بي نسأل فيك خاطر قدش يسريوا عليك المصدر اليوم خلع أعطيني المعلومة سياسي مصطفى تحب صحيح سياسي حب الصحيح الصحيح السوق التوى المصدرين ندخل مصدر واحد مصدر واحد يشري بالسوم ما يكفيش ما يكفيش يلزم مصدرين يدخل مصدرين يدخل ويدزم أولا الكلتين تحسن ما زال تقصصه ما زال الكلتين ممشتش الإكسترا اللي يحبوه المصدرين هو أنه فيه فيرويتي باهية أولا سيديتي ظل صفر ثلاثين صفر خمس وعشرين صفر عشرين وتكون فيرويتي باهية وتكون أمية وخمسين أقل من الميتين باش ينجم هو يحافظ على السابق متاع وينجم يحافظ على الجودة متاعه يعني نحن تو قد ما تكون الجودة خير قد ما تكون السواء من خير الزيت مازال مش ذو جودة عالية إلى حد مازال موج ذو جودة عالية قاعد يتحسن بشوي بشوي معاصري وعندك لحظة وعندك مخبر سامحوني أنا قاعد أن مش نمد خطر التاولة حطوها بعيدة شوية عليا مربي يهديكم دونك هذي عندك مخبر أي المخبر هذا يعاون نجم تحلل أنت الزيت الزيت اللي قاعد يجيك توا مازال يعني الدنيا مازال تسخونة قاعد يتحسن بشوي بشوي روندوانتا الزيت في حدود قديش والله بيهي روندو مو أخر من عملو روندو مو يفرح بالقداء من الثمنتاش سبعتاش ستتاش موجود من الثمتاش لخمسة وعشرين طو باهر البداية متاعه بداية من الثمنية للسطاش معناها شهر تيل أي هذي بداية مباشرة بالنسبة لل للطوع متاعه السناء إن شاء الله به معناها يعاوننا كيف نعملو ثلاثمئة وخمسين ألف أراوي النجم يكون خيال بإذن الله يحاول الله معناك نقوله القطوع متاع الزيت روندوانتا الزيت المئات كيلو قدش يعطيونا من لتر زيت يقولك خمستاش في المئة معناها المئات كيلو زيتون يعطيونا خمستاش كيلو خمستاش كيلو خمستاش كيلو زيت بتبيع نحكو كم بالكيلو بالكيلو زيت فيه لتر ومئة واحد فاصل واحد لتر مش تعرفوا تشدوا الحسابات بالجداية وتتابعوا معنا هالنقاش هذي قطلي أحنا تول وساقة المصدرين مازالوا مغابتوش شريم السوق لأنه مازال بكريم أي مازالوا مغابتوش بعد خمستاش نوفمبر وآخر نوفمبر تبدأ وقتها نستشتري في الزيت هكا ولا إن شاء الله قبل إن شاء الله قبل إن شاء الله قبل التاريخ ذوا لا مش لامبونت مش لامبونت نحكيو عالفيرج مش لإكسترافيرج مش البكر الممتاز بكيو على بكر ممتاز نشأل ما هنا فساعدا ما تتوشي ولي عن البكر الممتاز دو جودة عالية يزمت كل سديتين بتاعوا به هي ومعقولها كيما النور من بتاع الملس الدولي الزيتون ويكون فيه فرويتين ما حبيش تعطيني السوم قدش شو من عندكم مصدرين تاو قدش بتوقعين هاو شعطيك لسوهم العالمية تاو تاو شعطيك لسوهم العالمية حسب موقع أوليستا والي هو هو موقع إخباري ما هوش أما دائما أسعاره تقريبا حسب الكورسة العالمية حسب البورسة العالمية موجود في إسبانيا تاو مع العلم عنه إسبانيا استنفذت الكميات اللي عندها وانت تعرف هذيئة صحيح ما عاش عندها زيت اي عطيني هاك التصوير اللي فيها الأسعار تاكدت عم زيئة بلا به خنبديو من إسبانيا اللي هي عادة هي المحدد متاع الأسعار إسبانيا 6.88 بالنسبة لكيلو جرام الزيت اليوم هذا بالنسبة لإسبانيا هاكما تتبعوا معانا هذا في إسبانيا رأتيكم معدل الأسعار نجيول تونس تونس حسب موقع أوليستا تونس تصدر ب7.23 أورو 7.23 أورو للكيلو جرام هذا لو نحكيه على زيت البكر الممتاز البكر الممتاز الإكسترا فييرج نحكيه مش على الفيرج فييرج ولمبانت تونها بتولوتة تونها نلقاو الاسوام هذي الأسعار بالنسبة لإيطاليا السعر مرتفع تسعة أربعة وثلاثين كيف كيف بالنسبة فلا هذه إيطاليا من غادي تسعة أربعة وثلاثين الجريس اليونان 6.89 بالنسبة للكيلو جرام الإكسترا فييرج وقلت رأيو إسبانيا كملت المخزون متاحها وفي من شهر أكتوبر هذا هو التوقع اليوم تقريبا الزيت الشايح معانيش ريبور ما يسمى عندكم أنتوما معانيش البيت من العمناول في العالم العالم الشايح اليوم مزيد قديش توقعات السعر حسب تومة أكيد مطلعين أكثر من والله يا سيوبكر بشي قد هكا بشي ينقص بشي يزيد سيوبكر السوق رأو عرضه طلب لأنه جمونا عرفوه نحن شي مصطفى نعرف كذيب رأ نعرف كذيب نعرف كذيب نعرف كذيب نعرف كذيب بيعوه بثلاثين دينار سيوبكر والله العظيم ماذا بني بيعوه بثلاثين دينار البر تعرف ثلاثين دينار في ثلاثة ليف ترنتا في ثلاثمائة تلف ترنتا زيد بشي تدخل تسع لاف مليار معناها حاجة معز إن شاء الله بإذن الله مثلا ماش حاجة مستحيلة نجم ونخدمها لها ونجم ونوصلها بإذن الله ذلك التوقعات ما تعرفوش تو والله هي حتى حد ليعرف هو عرضه طلب هو برشة أوامل تخليك تبني على الأسواء أحنا في تونس راهو ما هوشو هما اللي قرروا سعر الزيد تتحكم فيه إسبانيا اللي أن إسبانيا تنتج في خمسين في المئة من تاج العالم سنا في حدود مليون ومئة ألف طولات تقريبا حمله الآن ما يقارب سبعمائة ألف طولات سبعمائة وعشرين ألف عامل والناس كل قاعدة تطلع أنا واقعي كتسهني تقولي قديش تونس ماذا بي نقولك رو مئتين ألف والعليم ما نحبش نقول ثلاث مئة ألف لأنه هما يعرفوا علينا مالي ما نعرفوش ونحن عليه وهذه قوس صغير نحلو نعرفها المعلومة هذه ومستغرب ويحبوا يعرفوا أنت معناها كتونس ككل ثم تمويل صحيح والله المصدرين واجفين والله ديوان شدروح والله بشيشري والله المعاصرية معناها عندهم أرضية تمويل والله رو قد ما يعرفك أنت واجف قد ما السعر رو يطلع رو يحبوا لك رهرانا 2019 أحنا تسببنا في تكسير السوق في إسبانيا وتعرف بقداش بقى إيه بل 2833 300 300 300 معناها ذاك عام إن شاء الله ما يتعود لنتو في الدنيا معناها ذاك إنسان ذبح للفليح يعني أحنا ذبحنا روحنا أحنا ذبحنا روحنا أنا سابة 450 ألف ترنات تزيد والستوك ما عناش فوق 250 ألف هذه نقطة رئيسية معناش القدرة على التخزين حتيت المارس الخمسة شهور ذوكة نجم تصدر فيه 150 ألف معستوك ذاك 250 ألف أرى بعمياء 50 ألف ترنات قاعدت البر ضيعت لكليبة إحنا نسكل يجب تبني على التخزين نسكل روح حتى الفليحة اللي نجم يعمل ميجم في داره ما أقول يعمل سيتير نرى ما أقول رويعهم باش السوق يحافظ على اللي سويم روهم وعليش قتلك قلتك هم رموا طلعين علينا أكثر من نحن طلعين علي سبانيور يعرفوا علينا يعرفوا علينا يعرفوا علينا يعرفوا علينا دونك همك يسمعوا نحن نبيعوا طاوب 15 ألف بالنسبة لهم خبر به معنا كاترروا باش يدخلوا وثبتهم معنا يوخذوا ويشروا من لأنا أخذر لي أسيو بكر سبانيا شركة واحدة كان يمكن نذكر اسمها مش مشكلين تعلب في 300 ألف ترنات ميقازة تعلب في 300 ألف ترنات معناها إنتاج تونس وكل تعلب فيه شركة معناها رميفة مؤلينا برشة يجب نحن نعرف كمش نخدم أحنا بدينا يلزمنا نعرف ويلزم وزارة الفلاح وزارة التجار وزارة المالية يجتمعوا مع بعضهم الخريجية رئيسية ذاك يعطيه اليونان والأخر يعطيها التركيا والأخر يعطيها المغرب والأخر يعطيها فمن إيطاليا شنو معطيات عندها والأخر يعطيها إسبانيا شعندها خطر ما يعطوكش الصحيح لأن هي حرب حرب متاع علام حرب متاع معلومة اللي يكسب المعلومة يكسب الميدان هنا يجبنا نحن نحن نحافظ على السوق متاعنا السوق متاعنا يربح منه الفلاح ويربح منه التاجر ويربح منه المصدر ويربح منه المعاصر ويربح منه الوكيل هو بيده الوكيل هو بيده الوكيل يشتكيه مثلا من الغلاة متاع الزين يخوي يرى الغلاة يدخلك خمسالف مليار للخزينة متاع الدولة باش نقص عليك الضغط في الشارع شوح حاجة اخرى